بسهل خير وأهلا وسهلا بحضراتكم جينا للتفاصيل جينا لكلام الجد جينا لمرحلة زي ما قلت ما تقبلش حلول أنصف الحلول كلام على الأهلي وسين منبارح يربطنا بالكلام على الأهلي في المرحلة الأخيرة قلت لحضراتكم أنه الجميل في الموضوع أنك أنت ما تكونش في أفضل مستوياتك ومتقدم مش في أفضل حالاتك لكن يكون عندك القدرة أنك أنت تتحقق الهدف ودي واحدة من إجابيات المرحلة وبالمناسبة أحنا زي ما قعدت حضراتكم قبل الفصل هتكلم طبعا على كلاسيكو النهاردة وهتكلم على الجولة الأولى من تشامبيوز ديجي اللي تبعناها كلنا الأسبوع اللي فات لأنه الحقيقة أنا شايف كمان أنه مش بس كان فيها كرة ممتعة لكن كمان كان فيها كتير من الدروس المستفادة يعني لما شوف الريال وهو بيعاني دفاعيا بشكل كبير جدا في ظل غياب أهم اتنين مدفعين في الفترة الحالية فاران وراموس وتلاقي الفريق مع الجهاز الفني جاهز للتعويض ده أمام خط هجوم قوي جدا بقيادة أبو صلاح وسادي وماني ومعاهم جدا ولما تشوف البايرن على أرضه بايرن أقوى فريف العالم النهاردة بيلاعب بي أش جي وبيتأخر مرة واثنين وثلاثة ولكن الحقيقة ما أعتقدش حد من جماهير البايرن ممكن يلوم الفرقة على الأداء القوي اللي قدموه في المباراة رغم الخسارة طبعا هنتكلم كلام كتير وخلينا بس في البداية راحة بالكابتن أشرف منضوح ضفنا النهاردة في السادسة بسخير كابتن أشرف بسخير أحمد أهلا بيك وأهلا بكل جميل نادل أهلي العريضة في كل الوطن العريض أهلا وسهلا بحضرتك خليني قبل ما أدخل في التفاصيل أخذ منك تقييم عام من بعد بطولة أو بعد العودة من كاس عالم للأندية ووصولها للنهاردة الحمد لله لأهلي تأهل لدور التمانية في دوري الأبطال الأفريقية شايف تقييم تقييمك للمرحلة دي إزاي؟ راضي عن المستويات الأداء قبل النتائج الأداء اللي بيقدمه النادي الأهلي وإيه أكتر السلبيات من وجهة نظرات طيب خلينا يعني نروح لنقطة مهمة بس بداية كده معاك أحمد إحنا دايماً هنا في بيتنا في النادي الأهلي ما بنقيمش المرحلة إحنا ممكن أن ننتقل حاجة إيجابي شكل إيجابي علشان لو الناس مش شغل بالها بس يبقى إحنا بنحط سبوت من وجهة نظرنا أنا كمان عشان الأهم اللي جاي يعني أنا بشوف أنه لو هنحط سبوت على الحاجات اللي كانت نقطة ضعفة أو فيها خسور ممكن بشكل كبير جداً نساعد ده دورنا نحن نساعد في اللي جاي وده المهم جداً فإحنا مش هنقيم المرحلة دي لمتسوميني على أساس أنه لسه ولسه قدامه وقته ولسه متعاقد مع النادي الأهلي ولسه بيحقق المطلوب مع النادي الأهلي يعني من 6 شهور متسوميني حقق كل المطلوب مع فرقاتنا باستثناء شوية الأداء لجمهور النادي الأهلي مش راضي عنه ولكن حققنا بطولة أفريقيا الحمد لله الدوري أخذنا بطولة الكاس ووصلنا كاس العمل أندية حققنا برونزية كاس العمل أندية ماشيين بشكل جيد الحمد لله في الدوري ليه اختزلت الموضوع في المسلماني بس؟ دايما الجمهور النادي الأهلي دايما بيتكلم في المدير الفني ولكن طبعا عندك حقق ده أنا متكلم في الجهاز الفني بشكل عام الجهاز الإداري بشكل عام مجلس الإدارة وفريق كرة قدم بالتأكيد يعني ولكن الناس دايما عينيها دايما أو انتقادها دايما بيكون للمدير الفني سواء كسب أو خسر هو دايما المسؤول الأول والأخير عام شايف اللعيبة اللي ظهرت الفترة اللي فاتت قدمت كل اللي عندها من وجهة نظرة؟ لا لسه أنا شايف أنه لسه في مرحلة طويلة أعتقد مع مسماني ومع الجهاز الفني للتطوير شوي تطوير الأداء صحيح؟ احنا بنحقق الإنجازات وانت تفضلت وقلت ده أحمد احنا بنحقق كل المطلوب يعني النادي الأهلي كفري النادي الأهلي أو فرقة النادي الأهلي حققت كل المطلوب من الفترات اللي فاتت على مستوى النتائج صحيح الأداء لسه ما ارتقاش للمستوى المطلوب وما أرضاش جمهور النادي الأهلي ولكن جهاز الفني واللعابين حققوا كل المطلوب منهم في ظل ظروف صعبة في ظل إصابات كتيرة جدا في ظل ضغط مباريات رهيب جدا بعد الكورونا يعني احنا بنكلم من شهر 8 إلى النهاردة نتكلم في عدد مباريات كبير جدا ولسه المرحلة اللي جاية كمان النادي الأهلي داخل على مرحلة صعبة جدا جدا الحقيقة 7-8 مباريات في فترة ضئيلة جدا في العشرين يوم اللي جايين في 7 مطلوب 7 مباريات فالحقيقة الضغوط صعبة جدا وده اللي بيخليني أقول أنه كان من مفترض أو من وجهة نظري في المباراة اللي فاتت مع سيمبا وده اللي اتكلمت معك فيه يا أحمد لو فاكر اتكلمنا أنه لابد أنه مسلمين يراعي أو يبتعد ملاش يراعي يبتعد تماما عن أنه يشوف أراء الناس الفترة اللي فاتت دي لأنه ده بيخليه تحت سترس غير طبيعي تحت ضغط أو ضغوط غير طبيعي بدليل أنه في المباراة زي مباريات تحصيل حاصل كان ممكن بشكل كبير جدا أركز على مجموعة اللعبين اللي ما بتلعبش بشكل دائم علشان تجهز لأنه عند مرحلة مهمة جدا جدا الفترة اللي جاية كان على الأقل خمس ست لعبين مبارح بداية مع الناد الأهلي علشان يجهزوا وخمس ست لعبين من الأساسيين المرهقين يبتدوا يريحوا يعني عارف الضغوط الموجودة على موسيمانيا والجهاز الفني أنه ما ينفعش تخسر أي مباراة ما ينفعش تأدي بشكل سيء لازم التعويض على خسارة موسيقى